هو بيعرف يوز دي النصائح الناس بتصق في رأيه لأن عقله ما شاء الله هو كمان زي الجديد الحكة دي بياخدوا بالهم من حاجات الناس الطبيعية بتاخدش بالهم خلينا نكون fair ده دي ده نوع من أواع الزكاء النادر الصراحة أزكية فعلا ودايما الدالو لازم يكون هو السلطة السلطة بتنبع من عنده هو هو القائد دي حاجة مش مش سهلة يا دالو لازم تستعملها كويس ما توسقش استعمالها بمعنى صح خلينا نخص القرية بسرعة في معفاية يا دالو زي ما قلت الناس اللي كان عندهم سحر أو حسد أو حالة نفسية سيئة أو أي حاجة من تعب عضوي إن شاء الله بيتيبوا وبيخفوا وبيبقوا أحسن إن شاء الله في فلوس جايلك من شخص كبير في هنا حيرة من حاجة وإنت مركز في حاجة ومش واخد بالك من حاجة مهمة بتحصل ورقك خلي بالك في علو شأن وحالة يعني تحفيز والناس مبسوطة بيك وفخورة بيك كده أصبر الصبر مصباح الفرق أصبر على المنافسة اللي انت فيها دي عندك منافسة شديدة يعني وإنت واضح إن إنت متوتر حاول تستعيد التوازن بتاعك وتستعمل زكائك المعتاد يا دالو ما حدش قدر يحقوا قدامه الصرح اللي دالو من أزكى الأبراغ من أزكى الأبراغ فعلا استعمله آآ بدل التوطن حط دانا كان دا فاهمين قصدي داخل على حاجة جديدة يا دالو حاجة أنت مكنتش متعود عليها وطريقها طويل أنت قادرة بالحاجة دي نخلي بالنا الورنين هذا البورس شخص قريب منك وبيتغز عليك أوكي وبيصح ما صحيش كويس أو على الأقل مش بيتمنى لك الخير نخلي بالنا زي ما قلنا أعداءنا يكونوا أقرب من صحابنا لازم تحط تحت عينك وتبقى فاهم وعارف إن هو مش بيتمنى لك الخير ومع ذلك موجود بردو 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 طلع له الإمبراطور فيش فايدة فيش فايدة فيش فايدة الدالي عزة نفس يعني هو شارك نفسه شوية فيه سن الضروف بس هو شخص يعتمد عليه وعنده كبرياء طبعا وعزة نفس زي ما احنا عارفين ما ينفعش تدوس على طرف الدبل ما ينفعش بس عنده اي بقى الصحة هي تحسن الصحة كويسة فيه حالة مرح حالة أمان حاسس بأمان زي ما احنا شاهدين كرت الشمس من أقوى الكروت طاقته قوية جدا طاقت الشمس يعني طلع له عنده طاقة حلوة جدا عنده حاسس بأمان متحوط بصور بيصرف بعطوية وفيه لعب وفيه في حالة انبساط الحمد لله وحالة نجاح طبعا ده بيدل على الصحة وعلى النجاح تمام الناس بقى اللي عايزة ارتباط ننتدل اهو احتفال اجازة خد اجازة اللي محتاج اجازة او ممكن يكون ده زواج احتفال بزواجها يعني في ناس حيتم بزواجها ان شاء الله او الناس اللي تم بزواجها وحسن هي محتاجة اجازة روقوا اجازة ده الوقت مناسب جدا ان اتاخدوا بريك اتاخدوا اجازة قبل يعني بتبتدوا الشغل اللي بزيدي بترجعوا للشغل اللي بزيدي يعني صبر بردو ادالوا هنا شكل للمرحلتين صبرين على حاجة فيه حاجة عاملالهم عب وصبرين عليها ومستنيين وهم مستنيين حاجة يمكن تكون تطور المادي ولو ده اللي انتم مستمينون ان شاء الله هيحصل فيه تطور المادي تطور كويس جدا في الحالة المادية وحالة اكتفاء وكمان هتبتدي بيوصف انك شخص سخي وكريم كمان هتبتدي حاجات لناس محتاجة يعني برافو عليك يا دلو حاجة كويسة جدا جدا برضو تدلو عنده حيث قرارين يحتوي ياخد قرارين بقرارين دول شبه بعض اجابة التركة ده تبش ورق احساسك يا دلو ايه تبش ورق احساسك يا دلو ايه تبش ورق احساسك الاحساسك هيقولك عليه وبردو عارتك هتدلو عنده الموضوع ده احساسه دايما بيكون صح بعد ما هتاخد القرار ده انت هتفوقف المرحلة الجيدة وهتكون يعني متطلع لها جدا 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 وحتسمع خبر حلو في خبر حلو جاي لك يا دلو انت كنت مستني مستني بفرغ الصبر ان شاء الله هتسمع الخبر الحلو ده موضوع ده العلاقة بجواز انا مش عارفة او عودة حبيب ابي او عودة صديق او عودة حد انت قريب منك جدا هيرجع يتواصل معك تاني وهيقدم لك شيء ده اللي انت كنت تصبر عليه بردو الامبراطور الحاكم انت اللي بتقمر تطاع تحب يسمع كلامات في كل حاجة وكمان انت اللي عليك عب المسئولية انت المسئول الاول والاخير سواء بقى حطوا الموضوع ده في اي حتة اخ كبير في استخواته زوجه وبيته يعني جد كبير هو ده المسيطر وهو ده اللي يسمع كلامه وهو كسب المكانة دي من خلال مسئولية اللي هو شلح حاجة حلوة جدا يا دل احتفلات جوازات شمس طلعة الصحة حلوة الحمد لله صبر على الشيء وهيجيلك حاجات حلوة قوي خبر حل بداية جديدة حلوة جدا انت متطلع لها قوي عودة حبيب قديم او صاحب قديم او قريب قديم يودك ويبذلك شيء حيرة من موضوع الماء بس الحيرة دي يمشي ور احساسك فيها يا دلو ان شاء الله احساسك هيبلك على الاجابة الصحيحة اي دي المجموعة التانية دي برج دلو القراءة العامة هنشوف دلوقتي دقيقة كده برضو ونشوف الحلوة العطفية اخبارها ايه القوف لسه لسه مقناشه القوف افتكي او لسه بتي اعرف شيء واحد هو امتة دولي على كومنت حبيبتي بجاوب على كومنت بعد ما بخلص القراءة وما ينبعش ازاي حقرى حاجة وارجع بص على كومنت بالعقل يعني هخلص القراءة وارجب بعتيلي دلوقتي وقرالي امان وفرح مفيك يا لمدة خالص حدثت ليه كده يا برينسوس بس ان شاء الله ربنا يبعطك حاجات كويسة اتفقلي بس كده اتفقلي وعليكم السلام يا نيرا اهلا اخيرا يا اينيس ايه ايه ممكن موسيقى ايه ايه ياكل وليا لبن اوكي 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 ايش انت موسحى يعني اوكي ماشي الحوت موجود امان في الصفحة حبيبتي والجازي احنا قلقه عايد جدا يا ملادي ايه ايه بالضبط كده يا شام هو ده احمد ذاكي بروبو عليك مرسي جدا لزوءك ايه ايه اوكي ده انا نشمى ليش دعوة بيه اتكلمون زي ما انتوا عايزين مع بعض حبيبتي قلبي يا منا ازايك الجازي الحواضر قريب جدا القوز انا زعلينيه قوي من غمات زعلية فرح ان شاء الله هنقوله قريب قوي 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 وليت زعلينيه خالص لا لا مش بعرف انا هيحصل الحاجة احنا بنلعب هنا احنا بنلعب من قالك ان انا عارف حاجة انا عارف حاجة خالص طب بص انا كنت سايباك تقول كل اللي انت عايزه وتنتقد زي ما انت عايزه ان انا تقول عليك كفرة خد انت بقى الزنب ده وتفضل كتير من هنا مش من حق تقول عليك كفرة خالص انت دخلت جواي عشان تعرف انا ممكن اكون احسن منك مرة عند ربنا باي يلا نشوف الحالة العطفية للمنوعات التانية نشير الناس قوي منتظر حبيبي يا رب يرجعلك يا نورة يا رب السمطوم تلاتة علشان اه يعني تكون اقرب يعني يكون عندنا معلومات اكتر انما لو قلت البورد كل عبعضه في اقراض جاية واحدة مش حيبقى فيه تفاصيل كتير جين فرحتين ان شاء الله يا كاتوشا بازن اللي حبيب ممكن اعرف ونشارك ايه ونشارك ايه ونشاركه ما جايب لبنانو انا معلش سوري يا ولاد ده موضوع مش هني المقوع خالص مش علي الدرجة انا مش عارفها يا حديث ريس انا عارفة الاسم اسمه اه صندري يعني هتروحي للكوفير بتاعك وتقولي لي عايزة اعمل صندري بس صهوم البنيات يعني احنا بنيات بشكرك يا عيماد بشكرك قوي انك دي يجب حاجات صحة كتير انا بورجيت اوكي مرسية دي يا ديرة على المانشن وعا الكلام الحلوي ده طيب اتاخرنا على القرية اه نبتدي دي القراءة العطفية ايه المجموعة التانية اه بورجيت ده احنا يا ترى اختارت اختارت القراءة الخاصة بتاعت النهارده م prends اون 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 آ listings اون خ عط اون اون ليه كدر للمجموعة التانية اصلوا بنا على النبي وزي ما قلت لكم اخدوا الكلام ده ورموه في البحر مسمعوش منها ده خالص ان شاء الله يكون غلط وكون كل بقوله ده زي ما قال الاستاذ اللي تعمل له ببن من شوية انه ده اي كلام هو تعمل اي كلام. ايه اللي ظهر هنا ده بقى? ده الدلو. بحرب. قد حينها بحرب. بس بيكابر بحرب مع شريك ومش حرب بره او بحرب مع شريك. اه وبيكابر وعايز يبين انا ولا يفرق معايا. بس هو من جوه مش كويس. يعني هو لو اظهر لك ده فمش كويس. هو من جوه نفسه في ايه? ده هاي كويس تس يعني. الهاي كويس تس دي معناها انه يا اما فيه سر بينفدح في حاجه شريكو نخذليها عليك. نفسه يعرفها. نفسه السر ده او نفسه اه العلاقة يكون فيها شوية قدسية. يكون فيها ثقة اكتر او فاهمين قصدي فيه مشكلة في الثقة عند الدلو هنا. مجموع تاني. شايف شريكو ازاي? عشرة. عشرة طويلة جدا. حب اه عارفين الوش المقلوف ده بتاعه اللي هو عارفه اللي بيطمن له. اه شايفت كده? وشخص عبطاء يعني بتديله كتير. الدلو اخذ يعني بياخد منك كتير. انت بتديله حالات كتير جدا. الطاقة ما بينكم فيها انهيار لشيء. كان موجود حياتكم وبينهار. الانهيار ده انا اعتقد ان هو اه يمكن حاجات مستخبية كنتم خبينها على بعض. اه بانهيار البرج ده الصورة هتتضح. بس لما الصورة هتتضح يا مش هتتضح وخلاص. لا هتتضح وهيحصل معها تداعيات كتير. بس في انهيار للشيء كان اه حاجة بالرؤية. ما كان الدلو مكانش شايف. او شريك الدلو مكانش شايف حاجة معينة. وهيتدي بقى ايه يشوفها وتظهر والحقيقة تباني. شريك الدلو نفسه في الطاقة اكتر طاقة انتصار وقوة مش قابل بالهزيمة. عايز برضو يبان زي الدلو بالزبط. انا ولا يفرق معينة. بس شريك الدلو شايفه متبهد الاكتر. عايز ايه? عايز اسخانق. اسخانق جامد جوا غضب جوا غل كتير 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 قوي الغل ده. بس شايفه ازاي? شايفه شخص كريم. يعني بغض النظر عن كل بيحصل ده. فهو شايفه ان هو الشخص الكريم. وشخص عنده عطاء برضو. يعني ما شاء الله انتو الاتنين عندوكم عطاء شديد ده. الشهر ده انتو قاعدين بقى في حالكو تماما فيش اياه حاجة وفيه عقرب طرع لكم من ورا عمال يلدع. مشاكل بقى بيحطوكو في مشاكل. في مشاكل جامدة جدا من ظهرت من بسبب هذا العقرب. ده الشخص الكريم. في ظلم وقع على حد اما الدلو او شريكو. في ظلم وقع على حد فيهم. زعل بعض. كل واحد آآ برغم العشرة بقى شاركين بقى العطاء والعشرة والمشاعر وكل الحاجات دي. في بعض. مش انتصال لكن بعض. والبعد ده دايما احسن. ده احسن حالة تعمل فرادة اللي الدو في ده. طيب. مين مظلوم؟ مين تعبان؟ الله اعلم. ترجمة نانسي قنقر